دعا قائد عسكري ليبي إلى الاستفادة من نتائج مشاورات مدينة بوصنيقة المغربية في قطع الطريق أمام داعمية الحرب في ليبيا جاءت الدعوة على لسان اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الليبية في تصريح لقناة ليبيا الرسمية وطالب جويلي وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرغ شرق ليبيا بضرورة الإسراع في تحويل التفاهمات التي جرت توصل إليها في المغرب إلى خطوات عملية تثيم في قطع الطريق أمام داعمية الحرب بين الليبيين وتتهم الحكومة الليبية دول في مقدمة الإمارات ومثر وفرنسا وروسيا بتقديم دعم عسكري واثع لميليشيا الجنرال الإنقلابية خليفة حفصر في عدوان على طرابلس ومدن الغرب الليبية وقال جويلي إنه تابع بارتياح النتائج الإيجابية للحوار السياسي الليبي في بوثنيقة معتبرا أن ذلك يبعث أملا لدى الجميع في ليبيا بإمكانية تحقيق الاستقرار وحل المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب وشكر القائد جويلي المغرب وبعتة الأمم المتحدة في ليبيا ومركز الحوار الإنسانية على جهود في جمع الفرقاء على طاولة واحدة لحل مشاكلهم ثلميا وأعرب أمير المنطقة الغربية عن تطلع الاستمرار تلك الجهات في دعم الدولة المدنية وصولا إلى الانتخابات كثبيل وحيدة للوصول إلى السلطة ويوم الخميث اختتمت جلسة الحوار الليبي بالمغرب بحضور أعضاء وفدي المجلس العالي للدولة ومجلس نواب طبرق باتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب الثيادية في المؤسسات الرقابية ومثاء يوم السبس أعلن الجيش الليبية خرق ميليشيا حفتر لوقف إطلاق النار في ثرتل المرة الرابعة عبر إطلاق قذائف الثاروخية جه المدينة ومنذ الواحد والعشرين غشة الماضية يسود في ليبيا وقفا لإطلاق النار حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي ومجلس طبرق الداعم لحفتر الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفطة وتتصعد تحركات دبلوماثية للتوصل إلى حل ثياثية ينهي النزاع الليبي عقب تحقيق الجيش الليبي ثلثلة انتثارات مكنته من طرد ميليشيا حفتر من العاصمة طرابلس مقر الحكومة ومدن أخرى انطلقت مثاء يوم الخميث العاشر شتنبر 2020 أشغل المؤتمر التحضيري الفرعي لحركة الثحراويون من أجل الثلام بفرعي الثقي الحمراء ووادنون في مدينة العيون بمشاركة عداد غفيرة تمثلت في حضور أكثر من أربعمائة مؤتمر افتتح المؤتمر بجلسة افتتاحية ضمت كلمتين افتتاحيتين قدمهما كل من مسؤولي فرعي اللجنة التحضيرية بالثقي الحمراء أحمد ولدخر وفرعي وادنون لحبيب الخرشي تناول فيهما الثياقات عقاد المؤتمر الفرعية للحركة الثياسية والتنظيمية كما وضح برنامج عمل الحركة والخطوات الهامة التي قطعت الحركة خلال الفترة التأثيثية ومراحل عقاد المؤتمر التأثيثي العام مباشرة بعد تعيين اللجنة المشرفة على المؤتمر برئاسة للا فاطمة بنت أكماش والأخ محمد ثالم عبد الفتاح مقرة تناولت المداخلات الواقع الثياسي المحلي والإقليمي والدولي الذي أفرز تأثيث الحركة إلى جانب محاولات تقييم أداء فروع ولجان الحركة التنظيمية في المرحلة التأثيثية خاصة فيما يتعلق باستكمال تشكيل الهياكل وتأطير الراغبين في الانخراط بالإضافة إلى المثهمة في التعريف بالحركة وبرؤيتها وأهدافها العامة فضلا عن استكمال برنامج عملها المعلنة في بيانها التأثيثية استطاعت حركة الثحراويون من أجل السلامة فرض وجودها بكل جدارة كقوة ثياثية وليدة وتوجه ثياثي ثالثة من شأن المثاهمة في إنهاء مشكلة الثحراء المفتعلة الذي عمر نصف قرنة من عمر النزاع وعقب مضي قرابة الخمسة أشهر على الإعلان عن بيانها تأثيثية تجاوزت بكل نجاح مرحلة الانتقالية حيث حققت ذخما وحضورا ثياثيا معتبرا أثارت به اهتمام كبريات وثالي الإعلام الإقليمية والدولية شملت أشغال المؤتمر الفرعي بالثق الحمراء وودنون لصحراويون من أجل السلامة عرضوا عدة مشاريع ووثائق للمؤتمر القادم وتم انتخاب منتدبين سيشاركون في المرحلة النهائية من المؤتمر التأثيثي الذي سيشارك فيه منتدبين من كل الفروع على امتداد الأقاليم الجنوبية للمملكة الذي ستمر فيه مراحل انتخاب قيادة مركزية وقد تم التصويت على القانون الأساسي للحركة والوثيقة السياسية التي أضحت البيانة السياسية للحركة إن طول الانتدار والفشل في تدبير النزاع كان واحدا من أهم الأسباب التي ثاهمت في ميلاد حركة الصحراويون من أجل السلامة الحركة التي تأثست فيها 22 من أبريل المنصر كمرجع سياسي جديد متحفز بإرادة صادقة في المشاركة في البحث عن حل لهذا النزاع الحل الوسط الممكن والقابل لتطبيقه الحل الذي لم يستطع أي من أطراف النزاع القبول بها كحل من شأن أن ينهي هذا النزاع والذي سيسمح للصحراويين بالخروج من هذا النفق تمكنت الصحراويون من أجل السلام من استكمال برنامج عمل المتضمن لمجموعة من الخطوات الرئيسية في مقدمة التعريف بالحركة على جميع المستويات الأقليمية والدولية ومراثلة الجهات والأطراف المعنية بنزاع الصحراء المغربية والتي أبلغتهم عن رؤيتها وأهدافها السياسية فضلا عن تنزيل هياكلها التنظيمية وتعبئته وتأطير أعداد كبيرة من الصحراويين من مختلف أطياف المجتمع الذين عبروا عن تأييدها ورغبة في الانخراط فيها يشار لنا الحركة بعد تنظيم مؤتمرها التحضيرية بوادي الدهب الأثواء الماضية ستنظم بعد ذلك عدة مؤتمرات فرعية بأوروبا وموريتانيا لإثمام مرحلتها التحضيرية قبل انعقاد مؤتمر التأسيسي العام أجرى وزير الشؤون الخارجية وتعون الإفريقي ناصر بوريطا محادثات هاتفية يوم الجمعة مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف وبحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية فإن هذه المحادثات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة بين المغرب وروسيا والتي اختتمت خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى موسكو في مارس 2016 وأضف البلاغ بأن الوزيرين رحبا خلال المحادثات الهاتفية بالديناميكية الإيجابية للعلاقات التنائية بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المغربية الروسية المشاركة المقرر عقدها في الثاني ديسمبر من سنة 2020 في العاصمة الروسية موسكو فضلا عن الزيارة الرسمية لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطا إلى روسيا وأشر البلاغ لأن الوزيرين تطرقا إلى موضوع ليبيا وآخر المستجدات في ضوء نتائج الحوار البرلمانية الليبية الذي استضافه المغرب في بوزنيقة في الفترة من الثالث إلى العشر شتنبر من سنة 2020 كما تناولت هذه المناقشات العديد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشاركة على غرار النزاع الإقليمية حول الصحراء المغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة